اه 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 معك ريباثي انت طلبت سبع تيام لحتى ترجع المئة وخمسين الف روبيه ومن السبع تيام ضل قدامك بس يومين اه طبعا وأنا متذكر أنت رح تاخد مصاليك على الوقت لا تقلق مرحبا سامر قل لي كيفك بما أنك بتعرفي كيف وضعي لش عم تتصل فيني وتسأليني اه أنا مالي منيح ابنوب فوتي بالموضوع ليش اتصلت يقولي أنا أنا بدي ياك تجي تاخدني من عند أهلي ليش الظاهر بيت أبوكي ما ظل فيه أكل أبدا لا تحكي هيك مستحيل يصير هيك شي بنوب بس أعدت بما فيه الكفاية وبعد الزواج بيكون بيت المرأة هو بيت زوجة ما هيك حيلو تذكرتي هذا الشي كتير بكير أمتى رح تجي تاخدني؟ رح أجي لما بيصير عندي وقت يلا تعال شرب شوية عصير قل لي بي شو عم بتفكر أنا عمفكر بالماضي تبعي عمفكر شو عملت فيه و شو قدمت له حاسس بالخجل والخزوة من الحاضر و حاسس حالي ضعيف كتير بترجعك لا تزوج حالك هيك؟ تعال تعال معي مسيك هي ما بدي شي موجه عبالي لما بتنشرح كرامتي و عزة نفسي و كبريائي بكل لحظة شو الهدف من هي الحياة؟ لا تحكي هيك ما بيصير و ليش ما أحكي هيك يا تشاندرا ليش؟ ليش ما بيصير؟ براكاش عم يدور على الشغل واليوم، اليوم آبا راحت كمان لا ما راحت تدور على شغل هو فيه جمعية خيرية بتعلم لولاد الفقرة التقوا فيها بالمشفى و طلبوا منها أنه إذا هي بتقدر تعلم لولاد هدول لفترة قصيرة بس شو؟ إذا علمتن لفترة قصيرة فهلولاد راح يتعلموا كل شي مثلا؟ لا، لأنه فيه بنات غيرة كمان بيعلموا هنيك هي جيت بدا تقلك بس أنت كنت نايم بما أنه شغلي نبيلة أنا ما منعتها تروح هلا نحنا ببيت عادي و ما عدنا متل قبل نظام حياتنا و ظروفنا كلها تغيرت بس قيمنا و عاداتنا ما رح تتغير هذا الحكي خليه ببالك و إياك تنسيه وعلميه للولاد كمان ضروري يعرفوه لاتا أنت قررت تروحي لعل زوجك حبيبتي؟ إيه ماما الحمد لله صحة البابا صارت أحسن هلأ و وبعدين أنا بوجودي معكم ما فيني ساعدكم أبدا صار لازم روح يا أمي ما في داعي زيد المصاريف على خالي راجاف أو حمله همي إذا أخي راجاف سمعك رح يزعل من هلحكي طالما بدك تروحي إليلي إمتى جاي زوجك من شان ياخديك هو قلي صعب علي يترك شغله هلأ و يجي ياخدني لهيك رح 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 لحالي ماما أنا بسمح لك تروحي بس متأكدى أبوكي ما رح يسمح لك هالشي ما صار من قبل فكيف ممكن يصير هلأ تصل بصهري وقولي له إنه يجي ياخدك أكيد ماما الحمد لله مشي الحال أموري تيسرت اليوم سوارنا أبا سمعي أبا شو سوارنا أبا لوين رح تليوم سوارنا أبا أنا بابا هو أنا أنت ليش رح تتعلمي الأولاد بالجمعية بدون ما تخبري أبوكي بهالشي يا أبا أنا بعرف هالشي بابا ما كان لازم روح من دوما خبرك واخد إذنك بس بس أبوكي كان نايم وقت رحتي شو كان فيك تعملي ليكي هالشي ما لازم نعاد يا أبا أي يعني هاي الجمعية الخيرية ما لقيت غيرك أنت هو هو وغير تعليم الأطفال شو في أصلا عم بسال أبا ما عم بحكي معك وأسألك أنت تشاندرا هي بتجاوب ويا ترى قديش الفترة اللي رح تعلمي فيها أه الصبح من الإدعش للخمسة المساء يبدو أنه هذا مو شغل جمعية خيرية يعني أنا شايف أنه شغل نظامي أي حكيك مظبوط بابا بس إذا اشتغلت معهم وقتها الولاد رح يستفيدوا مني أنا فيني اشتغل بالجمعية ما هيك؟ لا لا